الحكاية وما فيها حكاية سامر وراوان زيهم زي اي اتنين الاتنين فلسطينيين من بيت لاهية من قطعة غزة اتجوزوا في 2012 ربنا رزقهم بطفلة في 2014 اللي بطفلة ماية وزيهم زي اي زوجين يبتدوها بقى ابنه ومستقبلهم مع بعض اشش 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 الاحلام الجميلة الوردية اللي بيبتدي بيها اي زوجين وقدمت في برنامج ارب ايدل وفازت او خدت المركز الاول من ساعة نكحت بقى وخدت المركز الاول بدأت المشاكل اتغيرت عليه يعني لما نكحت اه قالت اغرتها ادواء المدينة بقى في القاهرة وقالت انا هنزل مصر ابحث عن الشهرة والمجد لان مصر معروف ان هي منارة ثقافية وفنية كبيرة جدا على مستوى العالم فقالت انا هنزل بقى وبي باي انا ملياش دعاب هو معلش مهرتك عند نوتا دي هو منحها من الشهرة لا ما منحاش ولا حاجة بدأي ان هي قدمت اصره بالدليل ان هي قدمت في قرب ايدل وكسبت بس احنا بنتكلم في الاستقرار الاسري يعني في زوج وفي يعني الحاجات دي المفروضة لا تبهى مع بعض اه مزبوط ممتمشيش بشكل عشوان اكيد خصوصا انه في طفل بالزبط اه وخليت الجنسات المصرية واستقرد في مصر هو طبعا عشان فلسطيني اه ايعد في دبي في الامارات شغال شغلنا مرموقة اه دخله كويس يقدر يعيشها عيشة كويسة والخلاف هنا جيه في الاستقرار هتبقى مغنية ولا هتعيش معي هتضحب ايه يعني التوازن ده ازاي هندرسه ازاي اه مفيش اه مكانش فيه قاعدة مشتركة ما بينهم وبناء عليه حصل الطلاق ما بينهم اه وهي عايشة في مصر طبعا هو بالنسبة للفلسطينيين مصر لها قواعد امنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية اه يعني للحفاظ على الهوية الفلسطينية فالتأشيرات هنا بتبقى بصعوبة الاقامات اللي دخلهم بصعوبة اه ابتدت المشاكل الوراضية اه كاي اب بيطالب بحقه ان هو بيشوف بنته لان ده حقه الشرعي والديني والاجتماعي وكل شيء اه ودخلوا المحاكم مع بعض اكتر من عشر قضايا او خمستشار قضايا ما بين رؤية ونفقة خبر عن الاواضي اه رؤية ونفقة اه رؤية ونفقة واسقاط حضانة ونفقة صغيرة وتبعتها بقى انت عارفها قضايا الاحوال الشخصية بتتفرع لتلاتة وعشرين قضايا واستمروا في هذا الخلاف اه من الفين وطمنتاشر في المحاكم محاكمة وصر مدينة نصر اه حتى الان العجيب بقى انه هو اخذ حكم رؤية اه حاول يشوف البنت كزا مرة تعمل معاملة غير لائقة منها ومن اختها اه مزيع برضو اه في احدى القنوات الخليجية واه اتحارم من رؤية البنت بعد كده يا جماعة عايز يشوف البنت يعني المفروض الحاجات دي بتتم بشكل ودي او شكل انساني بس العينات زي ما حضرتك قلت في مقدمة البرنامج لأستاذ المشاهدين انه بيبقى تبعاتها في هذل بتاعه بيقصر على الطفلة وبيقصر على الطرف الاخر اللي هو الاب اللي محروم من رؤية ابنه او بنته اه فوجئنا بعد كده ان هي سفرت بالبنتة خارج البلاد اكثر من مرة راحت بيها الامارات برغم انها في الامارات ما شافاش اه سفرت بيها بعد كده تركيا فتقدمنا ببلاغ للنائب العام انها بتعرضها للخطر ولا زال البلاغ بيتحقق فيه لحد دلوقتي انها سفرت خارج البلاد بدون موافقة ابو البنت اللي هو طلقها هو القانون هنا بيحكم على الزوجة او الام انها هتاخد موافقت الزوج هو يعتبر والي طبيعي ما هو حتى لو العلاقة الزوجان فصمت الاب اب يعني الاب والي طبيعي على الطفل يعني حتى لو البنت بحضانة الام ما تقدرش تاخدها وتسافر بيها اي مكان غير موافقة الاب او تصريح محكمة او اذن محكمة او اذن من محكمة لان السفر ده اكيد لضرورة يعني ممكن تسافر بالبنت وتهرأ في الظل انه موجود حكم رؤية تبقى اللي كانت طفل رقم 12 لساة 96 طالما في حكم رؤية انت مش من حقك ان انت تغادري بالبلاد ان انت هتغادر البلاد بالطفلة ليه الطفلة اتعرضت لمكروه اتخطفت مني انت خرجتي برا قولية مصر حتى البنت تجنست بالجنسات المصرية بس هنا في حاجة شوية غريبة هي في حضانتها يعني هي مسؤولة عنها لو تعبت وعلى فكرة مش بكلم على اروان بس انا بتكلم على كل الاواضي اللي من النوع ده هي دلوقتي في حضانتها يعني هي هل هتعرف تاخد بالها بيها هنا في القاهرة او في اي ان كانت دولة اللي هي عايشة فيها بس ما تملوكش حق انها تصفرها برا لازم ان ازني ما زي الولاية التعليمية الاب والي طبيعي على ابنه او بنته ومن حقه ينقله من مدرسة لمدرسة او ما يدفعش الا ازا لو الام خدت امر وقت من قضي الامور الوقتية اللي يكون لها هي الولاية الايه التعليمية